موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في قناة الطبخ قناة سولة اف اموغدو كيزين اليوم راح نمدلكم وصفة الكشير وصفة سهلة وبسيطة بمقادير متواجدة في كل البيت وهي وصفة صحية يعني ما فيهاش ملون غذائي ما فيهاش مواد مضافة قد تكون مضرة بصحة تبعوني وان شاء الله تعجبكم للمقادير راح نحتاجوا شوي بيض نحتاجوا السميد اللحم المفروم فرمج اي نوع من فرمج نحتاجوا للثوم فلفل اسود فلفل عكري او فلفل حمار راح نستعمل في هدو الوصفة كمية معتبرة من فلفل الحمر لانه ولا راح يمدلي اللون للكشير التاعي نحتاجوا لقليل من الزيت نحتاجوا شوي ملح وشوي زيتون اخضر الزيتون راح نقطعوا دوائر ممكن انكم تستغنوا على الزيتون ممكن تحطوا فرمج فرمج ديه بس مبشور على بلاس ولا ممكن تحطوا زيتون اسود كل واحد وذوق ديالو لتحضير هادو الوصفة راح نحتاجوا الطاس الطاس طاس تاع اللي نديروا به المقادير ونحتاجوا بي ميكسر بلانجر نحطوا البيض في الطاس ديالنا نزيدوا عليه السميد الثوم نزيدوا ايضا المعدنوس السمحولي قبيلة ما تكرتوش في المقادير نزيدوا الفلفل العكري ولا الفلفل حمار فلفل احمر فلفل اسود ممكن هنا تزيدوا فلفل حار للمقادير تزيدوا الملح والفرمج او الجبن طبعا ممكن تحطوا اي حاجة اخرى بين المقادير ديالكم حتى الجبن ممكن منكم ضعفوا للكمياتها نزيدوا الزيت ونقوموا بمسج الخاليطة ديالنا نمسجوه جيدا قبل اضافة اللحم المفروم لانو كي نزيدوا اللحم المفروم محشي ترحانة مليح الان كما راكو تشوفو زدنا لحم المفروم طرقا نرحي تخيط خيبيا المقادير هادي لازم لازم الخاليطة ديالنا يكون جد متجانس هنا نزيدوا الزيتون كما قد شاهدوا مقطع الى دوائر ممكن انكم قلت لكم تعوضوا الزيتون تحطوا الفرمج المبشور تحطوا الكمان باغ تحطوا الزيتون الاسود اي حاجة تكون مستويين تحطوها يعني الافكار اهلة وسهلة بها راكو تلاحظوا باللي الخاليطة ديالي ما هواش احمر والنتيجة راح يكون كاشير طبيعي بدون الوان ما هواش احمر وش ندير باش يعني نعطيلو باك شكل جميل نزيدلو الفلفل احمر باش برك يمدلو تلوين طبيعي كيما قلت لكم من المستحسن انكم تتفادوا وضع الملون في الكاشير متعودة اني نطبخ الكاشير في هاد العلبة بعتتها لي صديقتي بالصحة عن بالي باللي ماشين الناس كامل عندهم العلبة فرح نطبخ الكاشير في في الفيلم الغدائي يعني شفت انا في بعض الفيديوهات يستعملوا الغلاف البلاستيكي تاع العجائن انا يعني ننصحكم تتفادوا استعمال هاد الغلاف لانه هاد المنتوج ما هواش مصنوع باش تطبخوا فيه ما هواش مصنوع باش يسخن ويتغلى ويتخلط مع المواد التاعكم يعني حاذروا 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 من الاحسن استعمال ما هو مخصص للضبخ اهنا رح هنستعمل كي ما قلت لكم الفيلم الغدائي الفيلم المنتر فرشت سنيوة تاع الكعك يعني حاجة اللي تكون غامقة ممكن حتى انكم تستعملوا قارورة تقطعوها على النص هكا بالطول باش ببرك تجمع لكم الخليط تفرشوا عليها الفيلم الغدائي وتحاولوا تغلفوه يعني الحواف ما لازمش تروح لكم تحاولوا انكم تغلفوا جيدا المحتوى اللي هو الخالدة الكاشير باش تشكلوا يعني الشكل النهائي للكاشير كي ما راكوا تشوفوا نغلف جيدا بالفيلم الغدائي احنا راح نستعمل احنا راح نستعمل المطاط الشعر الالاستيك يعني البتيت بوندولات تاع الشعر باش برك نمسك الاطراف ونربط على الخليط باش ميسيحليش ونكمل في اضافة الفيلم الغدائي لانه ممكن تكون النوعية مش جيدة ويتقطع لكم اثناء الطبخ يعني حاولوا انكم تغلفوا جيدا الكاشيرتاكم وتمسكوا الحواف باش ميسيحلكمش في الاخير يعني لما تشكلوا شكل الكاشير وتكونوا غلفتوه مليح ممكن انكم ايضا تغلفوه بالاليومينيوم تغلفوه مليح وتزيدو تغلفوه مرة ثانية بفيلم غذائي لما تكوني تأكدتي باللي غلفت الكاشيرتاك بطريقة جيدة حطيه طيب في مرميطة فيها الماء نخليوه يغلي لمدة ساعة الى ساعة ونصف ونخرجوه نتركوه يبرد قبل ما نحيو كل الغلاف نحيو الغلاف وبهذا تكون الكافية تعنا جاهزة للتقديم يعني خليوها تبرد شوي طبعا قبل ما تقدموها للأطفال رح يتقدمو لهم كاشير صحي كاشير لذيذ جدا جدا عن بالكم مش فيه عن بالكم مش حطيتو في الأكل التاقم ما تطمنين انو أولادكم يأكلوا ويعودوا الكاشير هذا بلا ما تخافوا على صحتهم كما رحكوا تشوفوا اللون الطبيعي للكاشير ما هوش أحمر هذا كاشير طبيعي باللحم بالجبن بالبيض بالسميد يعني محش يضر أولادكم نقطع لكم شوي باش تشوفوا الكاشير التاعنا من الداخل شوفوا ما أجمل هذا الشكل مع يعني اللي بتي مخصو تاع الزيتون يعني مع اللون تاع زيتون رائع ونزيد نأكد لكم انو الوصفة جد جد لذيذة يعني كاشير في المستوى أحسن من اللي ينبع ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة راني حاولت علاقة ما قدرت باش نتكلم بالعربية انو فيه كلمات صعب لي إيجادها بالعربية ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة ان شاء الله يكون عجبكم التقديم ما تنساوش تابعوني ما تنساوش انضموا القناتي ما تنساوش تضغطوا على الجام وتبرتجيو هاد الوصفة مع أصدقائكم في فيسبوك نقول لكم شكرا وإلى الوصفة المقبلة بإذن الله باي باي اشتركوا في القناة